الملك حمد بن عيسى الخليفة أثناء تأدية مهمها بمحافظة مأرب والذي أصفر عن استشهاد 12 عسكريا من القوات المسلحة السعودية سائلا جلالته المولى عز وجل أن يتغمد شهداء هذا الحادث المؤسف بواسع رحمته ورضوانه ويسكنهم فسيح جناته ويلهم أهلهم وذويهم جميل الصبر وحسن العزاء ويحفظ المملكة العربية السعودية من كل سوء ومكروه هذا وبعث صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ببرقية تعزية ومواساة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز السعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة عبر سموه فيها عن أحر التعازي والمواساة في ضحايا سقوط الطائرة العمودية التابعة للقوات المسلحة السعودية مبتهلا سموه إلى الباري جلد قدرته أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته ورضوانه ويسكنهم فسيح جناته كما بعث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ببرقيتين تعزية ومواساة ممثلتين إلى كل من أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالمملكة العربية السعودية وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ضمنها سموه خالصة عزيه وصادق مواساته داعيا سموه الله سبحانه وتعالى أن يتغمد شهداء بواسع رحمته ويلهم أهلهم وذويهم جميل الصبر وحسن العزاء كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظ الله وبرعاه ببرقية تعزية ومواساة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة في ضحايا سقوط الطائرة العمودية التابعة للقوات المسلحة السعودية عبر سموه فيها عن صادق تعزيه ومواساته داعيا سموه الله سبحانه وتعالى أن يتغمد شهداء بواسع رحمته ورضوانه ويسكنهم فسيح جناته كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقيتين تعزية ومواساة مماثلتين إلى كل من أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالمملكة العربية السعودية وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع أعرب فيها سموه عن خالص تعزيه ومواساته داعيا سموه الباري جلت قدرته أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته ورضوانه ويلهم أهلهم وذويهم جميل الصبر وحسن العزاء